ترقب حذر داخل الولايات المتحدة وخارجها لمعرفة الاستراتيجية التي ستتبعها إدارة الرئيس جو بايدن حيال سوريا فغالبية المراجعات الداخلية تقر بفشل خطط واشنطن في تحقيق أهدافها في الملف السوري بل وبإتيانها بنتائج عكسية لتتصاعد الأصوات الأمريكية الداعية إلى مقاربة مغايرة تحقق مصالح أمريكا في سوريا باستناء هزيمة داعش المفترضة يعترف جيفري فلتمان الديبلوماسي الأمريكي السابق بفشل سياسة إدارتين رئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما في تحقيق نتائج ملموسة في دمشق ويرى أن سياسة عزل سوريا وخنقها بالعقوبات نجحت في شل اقتصاد البلاد المدمر أصلا من جراء الحرب لكنها فشلت في إحداث تغيير في سلوك الحكومة السورية فلا الحرب أفادت الأمريكيين ولا افتعال أزمات داخلية ولا الاحتلال والسيطرة على النفط ولا غرف العمليات المشتركة أو منح إسرائيل ضوءا أخضر للاعتداء على سوريا إزاء هذا الإقرار الأمريكي بالفشل يقول فلتمان الذي يتحدث من موقع العداء لدمشق إن تهديد لبقاء الرئيس الأسد في الحكم لم يعد عسكريا ولا من الشارع بل بسبب تراجع الوضع الاقتصادي من هنا يبدو واضحا أن إدارة بايدن ستراهن على استخدام الاقتصاد ورقة ضغط أساسية في المرحلة المقبلة ولسيما أن فلتمان هو أحد المرشحين لتولي الملف السوري في الإدارة الجديدة لم تفت فلتمان كذلك الدعوة إلى مقاربة جديدة تقوم على تخاذ الرئيس السوري بشار الأسد ما وصفه بخطوات ملموسة ومحددة وشفافة مقابل تخفيف العقوبات على دمشق عرض للتفاوض أقرب إلى التهديد فإما القبول بالشروط الأمريكية أو مزيد من الضغط من بوابة الاقتصاد